بصيغة غير قانونية هكذا وصف نقواب رفع جلسة البرلمان بعد الفوضى التي تسبب بها تعديل قانون الأحوال الشخصية فبعد ساعات من التأخير افتتحت الجلسة بجو مشحون وبفريقين متعارضين بالأفكار أما المعارضون فقد تمكنوا من تأجيل القراءة التي تسببت باعتراض المؤيدين مع أجبر رئيس المجلس بالإنابة على رفعها دون التطرق إلى ما تبقى من قوانين مهمة يشير نواب إلى أن الاعتراض على هكذا قوانين قبل بدء قراءتها للمرة الأولى يضر بالصالح العام ويمكن تأجيل الاعتراضات إلى القراءة الثانية ما قبل التصويت من حيث المبدأ المفروض لأي قانون يصل للبرلمان بعد ما يناقش باللجنة المختصة أنه يتم القراءة الأولى بعد القراءة الأولى يبدأ الاعتراض يبدأ الملاحظة فهنا إذا عندك أجوز يعتمد اعتراضك أو مقترحك يعتمد ويعدل بالقراءة الثانية ويتم التصويت عليه لكن إذا نعترض على القانون قبل القراءة الأولى ستتأخر كثير من القوانين وهذا ليس بالصالح العام أما قانون العفو العام فما إن وصل المجلس لقراءته حتى عما الخلاف الذي تسبب به قانون الأحوال الشخصية ليضطر على أساسه رئيس المجلس بالإنابة إلى رفع الجلسة ليبقى القانون معلقا إلى وقت عقاد جلسة أخرى أما وجهات النظر السياسي داخل البرلمان فهي مؤيدة لتمريره حتى أنها أكدت على إبعاده عن المزايدات السياسية بحسب الوصف النيابي أكد لك أنه لا يخضى المزايدات السياسية وإنما هدف ذلك القانون هو رغبة الشعب العراقي ومطالب أبناءنا العراقيين لا أكثر والكثير من المواطنين العراقيين يأملون هذا القانون نعلم أنه في السجون من هو مظلوم ونعلم في السجون من هو يأمل إلى العفو عنه لبداية صفحة جديدة ضمن مجتمع صالح هناك رغبة فعلا للقوى السياسية لتلبية الدعوات من المجتمع العراقي لإعطاهم فرصة ليكونوا مواطنين صالحين من خلال العفو مرة أخرى يقف الخلاف السياسي كعائق أمام قراءة أو تمرير قوانين مهمة وحساسة دعوات لضرورة ترك الخلافات من أجل تحقيق المصطحة العامة والغاية الوطنية من العاصمة بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر